وزير المالية اليوناني كان قاطعاً في إعلانه اليوم الجمعة أن حكومة بلاده ستوقف التعاون مع ترويك المقرضين الدوليين المكونة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي يانيس فاروفاكيس كان يتحدث صحبة يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو الذي حل في أثنى لإجراء محادثات مع الحكومة الجديدة والذي قال إن الجانبين سيقرران ماذا سيحدث قبل انتهاء البرنامج في الثامن والعشرين من شهر شباط فبراير المقبل يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو يقول إنه من الأهمية بمكان أن تستمر اليونان على طريق الانتعاش وهذا يتطلب الالتزام بالإصلاح والاستدامة المالية اتخاذ خطوات النحادية الجانب أو تجاهل الترتيبات السابقة ليس هو السبيل الناجع أما وزير المالية اليوناني فيقول هذه اللجنة ثلاثية الرأس والتي يقول البرلمان الأوروبي إنها تعدم متطلبات الشرعية والتي تهدف إلى تنفيذ برنامج نعتبره معاد لأوروبا نحن لن نتعاون معها إنها إذن نقطة لا رجوع بين المقرضين الدوليين والحكومة اليونانية الجديدة مراسلة يورو نيوز في العاصمة اليونانية أثناء تقول منذ عام 2012 استقبلت اليونان العشرات من وفود لترويكا أما الآن فقد أعلن الوزير الجديد للمالية أن تلك الزيارات باتت من مخلفات الماضي από την Αθήνα για το Euro News η μέλα του χτίδου